وصلاة الشيعة إذا كانت بشهادة الثالثة لعلي عليه السلام في الصلاة سماحته مساحته باطلة لا تجوز بل يجب الإعادة يجب أن تعيد الصلاة بها الشهادة الثالثة لعلي بالتشهد ما يصير هذا زيادة مولانا واغعا أنه لا يجوز شيعي صلاة باطلة حرب لعلي عليه السلام مو مشكلة ستركها هاي ولكن مسلم سنة موحد يعبد الله عز سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مبرئة للذمة ومجزية فصلاته مجزية التي بها بغض علي وصلاتك إذا ذكرت بها علي باطلة فماذا يريدون منا هؤلاء؟ هؤلاء مراجع؟ هؤلاء علماء؟ هذا يقال عنه راوي حديث؟ لا والله لا والله لا والله في كلام ذكره وهذا منير العار اللي يسمونه منير الخباز على الأساس هو نقلا عن السستاني لكن هو ما صادر من مكتب السستاني ما صادر من موقع السستاني يعني ولم تصدر الفتوى اللي بيها ختم السستاني ما عرف أسه هل هو متقول أو كلام السستاني صحيح أموماً طبعاً كمال الحيدري كانت عنده مقطع فيديو انتشار يقول أن الشيعة يقولون بكفر السنة وهذا كلام صحيح موجود في الجواهر ينقل جميع قوال علماء الشيعة أننا مجمعون على كفر السنة هو الموضوع ليس شيء ما حد يدر عنه عموماً فهذا منير العار رادي يرقحها طلع قال شنو قال هذا العار هذا العار قال قال أن لا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في أن الجميع مسلمون واغعين وظاهرين تقولون تبعي بعد الواقع عن هاي مهمة جداً هاي إذا ما تقولها بهذه الطريقة ما تصير مرجع عبد جيد يقول أن المسلم غير الاثنى عشري مسلم واغعاً وظاهراً لا ظاهراً فغض يعني شنو يعني واغعين وظاهرين مسلم طيب ظاهراً مسلم هذا موجود بالروايات أننا نعامل السنة على أنهم ظاهراً مسلمين من باب الذبائح والأكل وهالأشياء فقط يعني هذا مثل العمل بمصحف عثمان المحرف نعامله كقرآن ونأخذ به مع رواياته للبيت ولكن نعتقد أنه محرف به زيادة ونقصان فضبطيك موضوع السنة نعاملهم كسنة ولكنهم كفار يحشرون في نار جهنم فوراً إلا من كانت جاهلاً يعرض عليه الأدلة عند الله عز وجل ويختبره الله كما قالت الروايات مسلم ظاهراً واضحة خب واغعاً شلون مو قدت لكم واغعاً شوفوا هل تتعرفون أنا عندي معارك كوي معارك كوي من زمان قبل اثناء السنة واغعاً واغعاً معارك والله قبل اثناء السنة كانت عندي معارك ويها الكلام طيب قال واغعاً ولذلك شو هنا الكارثة طبعاً آي هنا الكارثة ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجته تكون مجزية ومبرئة لذمته مهزلة مهزلة من التكليف بها إذ كانت مستوفية الشروط ومستوفية الشروط شوني هي صلاة صلاة سالم سبلان حدثنا قتادة عن مجاهدة أخبرنا سالم سبلان أن عائشة نزعت ملابسها بينت أعضائها علمتها سنن النبي صلى الله عليه وسلم علمتها الوضوء فهذه مستوفية الشروط نعم فصلاته مبرئة للذمة حسب ذمته هو سنبعد ما يحتاج السيد ما يحتاج الشيء لك قشامر هذا شن هذا الخريط لك لك عارية عارية شن هتمثلت هذ شن هتمثلت هذ كلام منه هذا كلام منه هذا شن تمثلت هذ شن الحشي هذ شن الخريط هذ هذا أقوى من يوصل أن يبقى على سنتك هذا أقوى هذا تشريع أنا أقول لها ما عندك تشريع هذا من وراي يشرع الأم لا يعر لك أنا أنا مهاجمهم ما عندهم تشريع بالقرآن ما عندهم تشريع يقبلون الحجر الأسود ما عندهم تشريع يفترون حول الكعبة ما عندهم تشريع عن نبيهم بالصلاة ما عندهم تشريع يأخذون بالقرآن لأن القرآن مصحف عثمان أنا مهاجم بالتشريع أنت تضربني بظاهري تصدر هكذا كلام خريط تقول والله أعمالها مقبولة تشريعه مقبول أنت تنطيل تشريع ترى والله كارثة والله العظيم كارثة قسما بالله من نعل على دينكم نعل على صومكم نعل على صلاتكم نعل على عزائكم نعل على مواكبكم وصخين قذرين نعل على دينكم فكر أخاف ما أقول نعل على دينك لا والله جسر أكثر مما تتوقع أثاره لك حطموا الدينهم فلشت دينهم بما لا يقدر عليه لا الصدوق لا المفيد لا كلاواتكم لا مراجعكم الموجودين لا علماءكم لا غيرهم لا غيرهم دمرتهم بالقواعد دمرتهم بالاستدلالات بيّن الدينهم الناس جاء تشيع تبكي تبكي في قناة المنتقم تبكي تتصل وإنت تقل له أعمالك مقبولة صلاتك مقبولة صومك مقبول وين هذا بيا دين هذه صايرة شنو اللي جاي يصير من هو مشتري من هو مشتري المعممين من هو مشتري المرجعية من هو اللي جاي يتحكم بيهم الخاطر الله فهمونا شنو اللي جاي يصير شنو اللي جاي يصير طرح والله كارثة والله العظيم كارثة قسمان بالله كارثة أنت تهدم دين السنة تهدم دين المخالفين توضح لهم أنهم بلا تشريع ثم يطلع لك واحد طر عار ينقل قول عن المرجعية أن المرجعية تقول هذا الكلام أنا ما أدري هل هذا القول المرجعية أو لا ما أدري لأن أنا الآن جاي أقرأ مو من الموقع السستاني ولا من فتوى السستاني هاي جاي أقرأ من موقع وهمي بس لأن هذا المنير العار قراه بس أنا ما شفتك موقع رسمي السستاني أنا ما شفت هذا الكلام ما أدري هل هو صحيح ولا مو صحيح ممكن كذب منسوبة هذا هم يصير ما أعرف أسه كذب منير ما أعرف شن الموضوع لكن لو صادر هذا من أكبر مرجع هذا كلام عار وصاحب الكلام عار ما يفتهم لو كائن من يكون كائن من يكون شنون أعمالك مبرئة شون أعمالك مبرئة شون شلون أعمالك شلون من تكتف في الصلاة فقد عبد غير الله أمير المؤمنين يقول أصلا شنو أنقل لك بابا ني موش يحكي والله ما أدر والله قسمين بالله ما أدر لكم وحسب قواعدهم الأصولية القذرة الوسخة القذرة الوسخة يعتبر صيامهم باطل لأن واغعه أصوله الضوء الشمس بعدها ما نازله فيفطرون قبلنا بثلاثين دقيقة معروف هذا شلون صار صياما مقبول حسا ما جاء أتكلم بالعقائد وأمير المؤمنين والشهادة الثالثة أدر أعرف هذا الشيء أنتم متعترفون به مو من دينكم حسا حسب القواعد اللي أنتم حاطينها صومه باضل في نفسه على الأحواط لزومن يدفع خمس كلاوات شلون صومه صار مقبول صومه صار مقبول شلون هذا معناها توقيت توقيت الصلاة الشيعي باطل لأن ليش ننصون بعدهم باربعين دقيقة شنو السبب نفطر بعدهم باربعين دقيقة تقريبا وتمسك قبلهم طبعا هشوف تمسك قبلهم وتفطر بعدهم لأن هم يمسكون والصلاة داخله يعني عفوا امساكهم يصير بعد أذاننا احنا أصلا يعني احنا الشيعة صار عندنا امساك وصار عندنا صلاة تقريبا مو لا هم بالصلاة أعتقد قبلنا أو والله ما أدري هم دائما دائما هم ضدنا هم دائما يخال خلينا اتكلم بالفطور خلينا اتكلم بالفطور فطورهم قبل نخف هذا معروف الشمس بعدها طالع حتى هم ويشكلون يقولون هو السني يطلع يقول انتم مش لون تفطروني والشمس طال عليش بيناتهم معارك الآن صار الصومة مبرئ للذمة صلاتة مبرئة للذمة وحجة مبرئة حجة مبرئة للذمة حجة مبرئة للذمة يعني أنا أخذ قولك أنت العار محترمات للمشاهدين لو أخذ قول الإمام الصادق حينما كان مع أبي بصير وقال له يا أبا بصير مسلمين أخواننا بل أنفسنا سنة موحدين متبعين النبي صلى الله عليه وسلم أراهم كالقردة والخنازير حول الكعبة وقال أبو بصير يا مولاي آريني هو كان ما يشوف فمسح على عينيه فرأى أبو بصير القردة والخنازير تطوب تقول لبيك اللهم صلى الله سلم إن الصلى الله سلم والنزل سلم بعائشة أن رجلا أجنب صلى الله سلم نزل أبو بصير تخبل داخل كاي شاصة سلم الرجال المجنبين يا مولاي أرجعني فمسح الإمام عليه فأرجعه ما قدر يتحمل الإمام يقول قردة وخنازير ما لهم حج هاي يطلع لي واحد يقول لي حجهم مبرء للذمة في نفسه واغعا لا يجوز على الأحواط لزومة نكلاوات اللي يطلع عار يقول ليش تحتي اللي يطلع عار يقول ليش تحتي يلا أريد للزلم عار تنيث مخنث ليش تحتي ما يصير يلا فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته نعزل مقبولة حجه مقبول وانت الشيعر وحدفع خموس والمصحف كامل يروح على شنو بعد صدق صدق على شنو والله والله العظيم ما كوي لزوم خلاص مصنى هذا عائشة عائشة زانية يلعبون بيها الصحابة ما يحتاج ما يحتاج أقول له فاطمة ما تتوهي غاضبة ما يحتاج أعماله مبرئة للذمة صلاته مقبولة صومه مقبول حجه مقبول أنا أحكي على شنو بعد عم السنة عذرونة عم عذرونة وحق الحجر عم هذا الحجر الأسود أنا أهم اعتذر من الحجر الأسود وأنا أرجو مني قبل اعتذاري ويسامحني الحجر الأسود ويرجعني شيعي من أتباع الخمس وأرجو من المرجعية ترجع لي الوكالة وراح أرجع أستلم خماس واضحك على الشيعة وأقول لهم القرآن كامل واغعا لا يجوز وعم إحنا لما نستحي وإحنا صلاتنا ما مقبولة وإحنا إذا التفتنا صلاتنا باطلة وإحنا إذا فطرنا قبل السنة صومنا باطل إحنا إحنا المزينين ما تدرون فتحنا الشيعة لما نستحي إحنا إحنا المزينين هاي المرجعية الرشيدة تقول لك السنة صلاتة مقبولة حجة مقبول صومة مقبول أنت الما مقبولة أعمالك أنت انت الما مقبولة اعمالك مرجعيتنا الرشيدة ووكلاء نرجع نقول خاف يطلع مو كلام المرجعية انا حاط هذا الاحتمال كل شي يصير واحد من وكلاء المرجعية عار رب العار نعل على دينه منير العار يقول اعمالهم مبرئة هو يتكلم نقلا عن المرجعية ما ادري اذا هو صحيح ولا مو صحيح احنا الغلطانين عمي احنا نعتذر من السنة عمي يبقوا على سالم سبلان وعلى العشر رضعات وعمي حن يا يين نرضع اقبلونا اجعلونا من الراضعين والراضعات القائمين والسابحين والسابحات عمي نعتذر احنا وانا اول انسان ان شاء الله تعالى جيد اتقدم عن اخواني الشيعة اخواني الشيعة انا بعدها ام اعتذر خلاص بعد الروح تعلموني سنن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموني الوضوء ما مريد طبعا رجال بس نساء جيد بعد انا حصيروا اياكم ديني من دينكم اعمالي مقبولة يعني حتى لو اشاهد نساء يعلمني سنن النبي صلى الله عليه وسلم اعمالي مقبولة عند المرجعية العارية عند وكيل المرجعية اعمالي مقبولة ماكو حرام حرام ماكو سنن النبي صلى الله عليه وسلم انت علم انت سامر انت ونس انت صار انت خلف انت 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 سامر انت لوي كلمة شبوز دياي نحكي اللحم خير وبركة خير وبركة هذا ما اعرف راح اقول كلمة بس اخاف المرجع يكفر السنة خطية سيدنا السنة ما يدفعون خمس يا بعد قلبه انت وانت عندك ما يفتفع خمس صلاة وهو باطلة في فرضه على الاحواط لزومه يدري ولا ما تدري ولا مكتفي بالشيعة شعر من ما ادفع خمس تكفروني لعبتوا بي لعب لعبتوا بي لعب ما يدفعون خمس وقبلت اعمالهم مجزئة ومبرئة للذمة ليش تحكي ليش تحكي على علماءنا ما راجعني ليش ليش تحكي على علماءنا اخواني تأقدوا وجاءني تأقدوا هل هذه الفتوى صادرة من السستاني او لا او فقط من هذا منير العار يكذب بيها على السستاني تأقدوا انا جاي اكرر انا جاي اقرأ من الموقع او نعم قراها هذا منير العار بس ما نشر البيان الرسمي والختم ما للمرجعية اذا طالع من المرجعية فالكلام هذا كارثة هذا كارثة 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 بمعنى الكلمة كارثة والله والله كارثة والله العظيم والله كارثة وعار عار هذا في جبين الشيعة عار هذا عار لان انا ينبع صوتي حتى ابيل لدينا باطل ويطلع واحد عار يقلد صومك وصلاتك واعمالك مبرية للذنة اشتركوا في القناة